السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الرابع من سلسلة كيف تنشئ منحنة ذلة إذن عندنا واحد جدول التغييرات مجموعة من المعطايا من الطلاق من هذه المعطايا سنحاول ننشئ منحنة ذلة إذن أول حاجة سنقرأ جدول التغييرات عندنا المتغير X كي نتمين لمجال ناقص لنهاية ناقص واحد جوج المجال هنا نفتوح لن ندلة غير معرفة عندنا واحد جوج ريطة سابتين يعني بأن ندلة غير معرفة في ناقص واحد وفي الجوج إذن من ناقص واحد الجوج دلة غير معرفة يعني المنحنة لا يقطع هذا الشارط المجال إذن المنحنة عندنا فيه جزئين أف بريم تناقصية على المجال ناقص لنهاية ناقص واحد وتزايدها على المجال جوز زايد لنهاية إذن كننشئ واحد المعلم متعامل ممنظم وكندير كننشئ المقاربات والفروع الشرجامية إذن النص السقف يقبله فرعا شجمياً في اتجاه محور العراتيب ما غني من نشأ فيه السقف يقبل مقارباً معادلته نشأ هذا المقارب هذا إكس كتساوي ناقص واحد إكس كتساوي ناقص واحد إذن عندنا المحور الأفاصل هو هذا إكس إذن غير يكون مستقيم موازي لمحور العراتيب كذلك السقف يقبل مقارب مؤادلته إكس كتساوي جوج إذن إكس كتساوي جوج غير يكون موازي لمحور الأراتيب عندنا السقف يقبل مقارب مؤادلته إجري كتساوي جوج إذن إجري كتساوي جوج هذا واحد المقارب اللي هو أفقي إذن إجري كتساوي كتساوي جوج إذن نشأنا المقاربات ديلنا ما دبناش الممساز إذن غضي ندجو دابل الإنشاء الهندسي لكن بشي خطوة خطوة باللات علية غنبدأ بالجزء اللول يعني من مولن فيني حسل ناقص واحد يعني من مولن فيني حسل ناقص واحد فهذا الجزء هذا نرى ماذا عندي هنا النهاية في مولن فيني أعطتني بلوس لان فيني والسقف يقبل فرع شلجاميا في اتجاه محور الأراتيب إذن فرع شلجامي يعني أن محور الأراتيب هو هذا يعني أن المنحنة دينا يضع الفرع شلجامي نعطني بلوس لان فيني ها عبط هذا ندوز البدن الثاني هذا النهاية في ناقص واحد ما يعني هذا؟ يعني بأن الصافي يقبله مقاربا مؤادلته X تساوي ناقص واحد يعني أن المنحنة هابط قريب ناقص واحد هنا فرش الجميع ناقص واحد دلة تناقصية يعني هابط بهذا الشكل هذا هابط تقرب من المستقيم الذي مؤادلته X تساوي ناقص واحد إذن هذا الجزء الأول دابا الجزء الثاني أي المجال جوج بلوس ثان فيني جوج هي هذه يعني في هذا الجزء هذا كنشوف على النهاية في جوج أعطتني مولان فيني إذن الصافي يقبل مقارب مؤادلته X تساوي ناقص يعني الصاف كهبط قريب من المستقيم الذي مؤادلته X تساوي ناقص يعني الصاف كهبط قريب من المستقيم الذي مؤادلة Z تساوي ناقص يعني الصاف القريب من المستقيم الذي مؤادلته Y تساوي ناقص يعني ثان كان لدلة تناقصية اذن غاي هبط هذا هو المنحنة نتمنى أن يكون كل شيء واضح سوف اقتراحكم السلام عليكم ورحمة الله